اشتركوا في القناة قمت بعمل بلايليست يعني تشرح لك طرق نقل الضمينات من منصة إلى منصة أخرى فقد سبق وان قمت بشرح الكثير من المنصات يعني مثلا ان كنت تريد مثلا نقل الضمينات من جودادي إلى نيمشيب أو من نيمشيب إلى أي منصة أخرى فسوف تجد بأنني قد سبق وانتطرقت لهذا الموضوع في هذه البلايليست والتي هي بعنوان طرق نقل الضمينات اليوم ان شاء الله سأقوم بشرح لكم يعني كيف سوف تقومون بنقل الضمينات من منصة نيمشيب إلى منصة نيمبرايت السبب وبكل بساطة هو أنه لدي بعض الضمينات في نيمشيب وأريد أن أقوم بنقلها إلى نيمبرايت لكي أقوم ببيعها بتمن الجملة ماذا أقصد بكل هذا فبكل بساطة يجب أن تقوم بمشاهدة والإستماع إلى هذا البودكاست والذي فيه قام أخونا الكريم بمشاركة معنا طريقة مبتكرة من أجل أن تقوم ببيع الضمينات في منصة دروب كاتش فمنصة دروب كاتش من أجل أن تقوم بوضع فيها الضمينات فبكل بساطة يجب أن تمتلكها الضمينات في منصة نيمبرايت وبما أنني لدي الكثير من الضمينات في نيمسايلو وفي منصة نيمشيب فبكل بساطة الضمينات التي أنوي بيعهم بتمن الجملة فبكل بساطة أقوم بنقلهم إلى منصة نيمبرايت فاليوم إن شاء الله سأشرح لكم كيف سوف تقومون بتحويل الضمين أو نقرة الضمين من منصة نيمشيب إلى منصة نيمبرايت ومستقبلا سأقوم بشرح لكم يعني كيف سوف تقومون بالاشتغال في موقع دروب كاتش بشكل عملي وتطبيق لكن قبل ذلك سوف نبقى أولا مع هذا الفاصل الإشهاري ثم أعود إليكم إن شاء الله بعد نهايتي هذا الفيديو هو برعاية موقع بوركبان دوت كوم بوركبان دوت كوم هي منصة رائعة جدا توفر لك مسألة وضع الضمينات الخاصة بك على منصة أفترنيك وتعطيك إمكانية بيع الضمينات عن طريق الفاصل ترونسفير لأن هذه المنصة لديها شاركة مع موقع أفترنيك موقع بوركبان دوت كوم يوفر لك أسعار رخيصة جدا مقارنة بالرجسترار الأخرى ويوفر لك إمكانية شراء الضمينات في أكثر من 500 امتداد فهذه المنصة رائعة جدا وسوف تنفعكم كثيرا حتى تقوموا ببيع الضمينات الخاصة بكم وبأقل الأسعار الممكنة منصة بوركبان دوت كوم توفر لك مسألة الحصول على السل مجانا توفر لك الحصول على الهوئيز بريفاسي يعني أنك ممكن أن تقوم بحماية البيانات الخاصة بك منصة بوركبان دوت كوم توفر لك الكثير من المزايا الأخرى من بينها خدمات خاصة بالويب هوستين وكذلك الخاصة بالإيميلات منصة بوركبان كذلك هي منصة فيريفيد من منصة تراشت بيلوت إذ أن الكثير والكثير من الزبائن يقومون باستعمالها بدون أي مشاكل ولم يقوموا بالحصول على أي مشاكل كيفما كان إن قمت باستعمال الكوبون التخفيدي والذي تراه هنا في الشاشة أمامك والذي هو ميستر كحل ففقط قم بمرسلتي وسأقوم بإرسال لك التعبئة في ثلاثة أي أنك إن قمت بشراء ضمين واحد سأرسل لك ثلاثة ضمينات إن قمت بشراء اثنان ضمينات سأقوم بإرسال لك ستة ضمينات وهكذا دولك منصة بوركبان دوت كوم كما قلنا فهي منصة تراشت إن كان لك أي مشكل كيفما كان ففقط قم بالاتصال بمنصة بوركبان عبر الشاط عبر الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني وسوف تحصل على الإجابات في الفور إذن بعد أن تعرفنا على منصة بوركبان دوت كوم سوف نبقى الآن مع الشرح العملي إذن مرحبا بكم من جديد فكما ترى هذه بعض من الضمينات التي أمتلكها على منصة نيمشيب بعض منها يعني قاربة للانتهاء فلذلك سأقوم بتجديد بعض من هذه الضمينات والبعض الآخر يعني لن أقوم بتجديده وسأقوم بوضعه بتمنى الجملة إن تم بيعه فعد جيد وإن لم يتم بيع تلك الضمينات فلا مشكلة في ذلك فالضمين الذي أنوي أن أقوم بنقله إلى منصة نيمبرايت فهذا هو الضمين pinkvehicle.com أريد أن أقوم بنقله إلى نيمبرايت فبكل بساطة سوف تقوم بالدخول إلى منصة نيمشيب سوف تقوم بالضغط هنا على دومين ليست بعد ذلك سوف تقوم بالنزول الأسفل مثلا هذا الضمين بما أنه قاربة للانتهاء يعني لم يتبقى له أي شيء فسوف تقوم بالضغط هنا ثم تقوم بالضغط على manage بعد الضغط على manage سوف تقوم بالذهاب هنا إلى sharing and transfer بعد ذلك سوف تقوم بالنزول الأسفل سوف تجد بأن الضمين هنا domain lock سوف تجد on أنت يجب أن تجعلها off فلا يمكن أن تقوم بنقل الضمين إن كان الضمين lock فهو on فسوف تقوم بالضغط على unlock هكذا وهنا كما ترى فهو off يعني الآن ممكن أن تقوم بنقل الضمين يجب الآن أن نقوم بأخذ authorization code وهذه authorization code هي التي تجعلك تقوم بنقل الضمين إلى أي منصة كيفما كانت سوف تقوم بالضغط على auth code بعد ذلك سوف تقوم باختيار هنا أي شيء ثم تقوم باختيار send code وهنا موقع name ship سوف يقوم بإرسال لك authorization code مباشرة إلى الإيميل الخاص بك كما ترى هذا هو الإيميل الذي تتوصل به من منصة name ship سوف تقوم وبكل بساطة بأخذ اسم الضمين هكذا ثم سوف تقوم بالداب إلى منصة name bright كما ترى هذه هي منصة name bright سوف نقوم بالداب إلى transfer ثم نقوم بوضع الضمين هنا بعد ذلك نقوم بوضع authorization code هنا هنا نقوم باختيار keep my existing name server يعني أنه عندما سوف يتم نقل الضمين إلى هنا فلن يقوم بتغيير name server وسوف تتركه كما وقال إن كنت قد قمت بوضع الضمين على منصة done فسوف تجد بأن الضمين تم وضعه على منصة done بعد ذلك سوف تقوم بالضغط على continue سوف تقوم بالضغط على view my card وهنا سوف تقوم باختيار هنا يعني transfer تقوم بالضغط على check out وهنا كما ترى إما أن تقوم باختيار payment التي تريد استعمالها أو تقوم باستخدام fund الموجود في حسابك هذا fund أنا قمت بكسبه مباشرة باستعمال هذه الميطود هذه الطريقة لقد قمت ببيع بعض الضمين باستخدام هذه الطريقة وهذا المال الذي ترى هنا هو باستخدام تلك الطريقة فأنا سأقوم باستخدام الأرباح الموجودة في تلك الطريقة من أجل أن أقوم بتجديد الضمين سأقوم بالضغط على continue ثم أقوم بالضغط على agree ثم place order وهنا كما ترى فقد تم عمل transfer بالنجاح والآن سأنتظر فقط مدة خمسة أيام وصوف يتم نقل الضمين بطريقة أوتوماتيكية سهلة إن أردت أن تقوم بتسريع عملية الإرسال فبكل بساطة سوف تتوصل برسالة مثل هذه سوف ترى أنه مكتوب هنا if you want to speed up the transfer please go to our website سوف تقوم بالضغط هنا على website ثم سوف تقوم بالضغط على approve وهنا سوف يتم نقل الضمين بطريقة سهلة وبسيطة أظن بأن كل شيء واضح الآن كل شيء تم شرحه إن شاء الله في دروس قادمة سأشرح لكم كيف سوف تقومون بنقل الضمين من منصة إلى منصة أخرى وإن كان لديكم أي طلب مثلا تريدون أن تعرفوا كيف سوف تقومون بنقل الضمين يعني من منصة إلى منصة أخرى ففقط قوموا بكتابتها في التعليقات وسأكون سعيدا جدا بشرح لكم كل شيء تحتاجون أن تقوموا بمعرفتي أتمنى بأن كل شيء واضح وأتمنى بأن كل شيء مفهوم إن كان لديكم أي سؤال كيف في المكان ففقط قوموا بوضع في التعليقات وسأكون سعيدا جدا بالإجابة على سؤالكم إذن شكرا لكم على المتابعة وتحية لكم لا تنسى الاشتراك في القناة لا تنسى تفعيل الجرس لا تنسى الانديموم إلى مجموعتنا على فيسبوك وفي الأخير لا تنسى عمل follow على حساب الإنستغرام وجميع الروابط سوف تجدوا أسفل هذا الفيديو إذن تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته